اعلنوا احنا نطلق السفير الامريكي ايه غلق السفارة لا غلق السفارة هذا كنا نعرف استهلاك مش حد يم يغلق حتى استهلاك صدري الصدريين صادقين عاطفين وهي هي مصيبة الصدريين انفعاليين عاطفين صادقين في شعاراتهم وهي ما تبني دول يعني الاطار اكثر نضوجا بالطرح ماله اكثر خفثا اكثر دهاءا خلينا نكون صريحين الصدريين مقتدى الصدر رجل وطني من عائلة وطنية معروفة لذلك ابعد انتبه ابعد مو بالاطار لا ابعد حتى بموافقة امريكية وبموافقة اسرائيلية وبموافقة بريطانية وبموافقة سعودية وبدعم ومباركة ايرانية ايران استغلت الفرصة جابت الرباء فصر لي صمت سمحت السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري صاحب الشارع الناقم الان ممكن تشوف اكوح تكاكات دائما تصير بالبصرة بين السرايا وبين العصاب بالناصرية ببغداد ذاك اليوم اللي صار بحي العامل صر صمت التيار الصدري اذا اقل ما يوصف به هو ابتلاع الدولة دوائر الدولة ابتلاع الحكومة من قبل الاطار التنسيقي يعني انا ما ادري ما لدي ادافع عن الصدريين انت تعرف موقفي من الحزاب الاسلامية عامة لكن مرة ثانية اقول الصدريين مجاميع مبعثرة فوضوية مؤذين غير مدركين غير حرفين ويدفع الثمن دائما الاخ العزيز مقتد الصدر اللي انا اخاف عليه قتله السؤال مو على المستدريين اه لا اخاف عليه قتله هو دائما بتغريداته اذا يلها بانه حتى وان مات مقتد الصدر هو كنت تهديد حقيقي على حياة سيد مقتد الصدر طبعا من من هاشتون حتش من وين من ايران من 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 اجهو من امريكا مثلا لا 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 امريكا لو تقتل قتلتهم من زوان ولو تقتل المالكي قتلتهم امريكا ما عدا سياسة امريكا مثلا تقتل قيس وشميل ودول صح لا هم كانوا عدوا بالسجن وطلعوهم تقتله ليش خب كان صفوه بالسجن لا السياسة الامريكية سابقا في الستينات كانت سائرة بعملية اختيالات هذا الانقلابات صارت في جنوب امريكا والتي صارت حتى بالشرق الاوسط كانت السياي اي مصدر شري للاختيالات بعدين صارت اتفاقات دولية سوبيتية امريكية بريطانية دولية بمعنى الكلمة الابتعاد عن الاختيالات الكونجرس الامريكي الكونجرس قاسي امريكا ملتزمة دستوريا يعني اذا عرفوا صارت عليك السياي اي سووا جريمة اختيال يصفون كلهم الى المحاكم بالعصي بضمهم رئيس الجمهورية الى العصاي اذا كذب وحنا شفنا الصارب نيكسن والشؤونة بهذي الكلنتن لكن تشعل الحروب اي تورطنا باعة العراق كله استراتيجيا لكن اختيال على مستوى قتل هذا وذا ايران ممكن ان تهدد حياة سماحة سيد مقتدى الصدر طبعا تهدد يوميا شنو ممكن تهدد تهدد يوميا هذا احد احد اهم اسباب انسحاب سماحة سيد مقتدى الصدر او اعتزاله العمل السياسي لا انا لا اصدق ان السيد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي ما اعترامي الى ولا اصدق انه انسحب ما جرى مؤامرة كرر مؤامرة على الصدريين نفذ كل الاطراف بشكل او باخر الصدريين سيأتون بقوة وهم احد العناصر الممكن ان يحمون السيد السوداني اذا ارادت تتوقع انه التيار الصدر يسمح سيد مقتدى الصدر راضي على اداء حكومة السيد محمد الشاعر السوداني لا اكيد لا اكيد لا هذه الحكومة امرت عليه هذه اجت نتيجة التآمر عليه وعلى الصدريين وعلى الانتخابات العراقية لا اكيد لا لكن اذا استعانه وطلب يعني اسمح لي السيد المالك لما فات على البصرة انا اتذكره كل زي مثل مباحة 2008 صورة الفرسان كنا نعرف من الوقف لما طلب دعم الكردي كاكا مسعود برزاني كرئيس القريم دخل داعما الى السنة دخلوا داعما الى الامريكان نطعوا انذار لا تدخلين ارجوك اذا رئيس الحكومة العراقية يطلب العون من العراقيين سيحصل على هذا العون سيحصل لكن سيحصل انقلاب مو انقلاب هذا اسمه تطهير العملية السياسية من الدعاة لا لا ليش انقلاب طيب طب دستور نطبقها عمليا خلي المشاهد ايضا يفهم الان اجي اريد اجرد الفصائل المسلحة من سلاحها استاذ مثال فصائل المسلحة عند صواريخ قراد عند مسيارات عندها انواع السلاح سلاح المقاومة الشعبية الحزب الشيوعي كل شاء الاسلاح ويهرول بالشارع مليشيا وملازمة الشارع صح خش ورأى اجر الحرس القومي المبعثين ب63 الاف من الحرس القومي مسلحين سيطرات اعتقال تعذيب قتل ارهاب والعراق كله مرتبك ورأى اجينا 68 ورأى شوية شوية من ثورة بيضاء الى ثورة دموية الى قتل وارهاب وصار عندنا جيش القدس ثيين كحزب مسلح وصار عندنا ايضا فدائين صدام وكلهم مدربين ومسلحين بأحلى سلاح المليشيات لا يمكن ان تقف امام جندي واحد الجندي يملك الشرعية يملك الدولة يملك القوة معاه دولة هم عندهم شرعية ولا شرعية ولا شرعية شرعية كل اي واحد تحكي اياه يقول لها كان بالحجر الشعبي والحجر الشعبي مؤسسة امنية تابعة الى القائد العام للقوات المسلح خوش لما القائد العام للقوات المسلح يقول خلص مواطنين العراقيين في الحجر الشعبي هذول الافراد البسطاء هو يجاع الراتب احنا مو ضد هذا احنا ضد المؤسسة التي خلقت من اجل الغاء العراق اكرر اخي العزيز الجيش العراقي جيش عظيم الى تاريخه الى عدده البيشمرقى قوات نظامية عظيمة المواطن الشارع لصالحه يعني السوداني الشارع الى خوش الحق الى الدستور الى الجيش الى خايف من 3000 واحد ما ليش يعني هو ما خايف انا تقولك خايف بس يعني ليش يتردد قدام 3000 واحد ليش يتردد ببركاته ما نجت الرأس الوزارة يا سادة بعدين لا تنسى سماحة السيد السستاني والحوزة لا تريد هذا العبث ورافضة لهذا العبث وموقفها واضح من حتى الاطار لا انا اعتقد كل الظروف معاه شوف سيد مقتدى معاه احرار السنة معاه احرار الشيعة معاه احرار العراق معاه اعتقد الكرد معاه الدستور معاه امريكا ستأتي معاه وهو القاهد العام لقوات المسلحة حتى السودان دعم للسوداني بس هو ما يتحرك حقيقة يعني لازم يتحرك وإلا خلاص القيم انتهى